السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة بدون مقدمات مع التقدم بالعمر تتضخم البروستات عند الرجال ويمكن أن تضغط على مجرى البول وتسبب أعراض كثيرة مزعجة ففي سن الأربعين لحت خمسين سنة يصاب شخص واحد من أصل كل اطنع شخص بتضخم البروستات وأعراضها المزعجة وحوالي خمسين بالمئة من الرجال بعمر خمسين سنة وما فوق يصابون بضخام البروستات وأعراضها المزعجة أما في عمر 80 عام فما يقارب 80% من الرجال يعانون من ذلك ولذلك فإن معظم الرجال مع التقدم بالعمر سيتناولون الأدوية للتخلص من ضخام البروستات وأعراضها المزعجة مثل كثرة التبول والاستيقاظ المتكرر ليلا عدة مرات ودخول الحمام نهارا مرات عديدة من أجل التبول ومن الإفراغ غير الكامل للمثاني من البول ومن الإلحاح البولي وتسرب البول إذا كنت قلقا بشأن ضخامة البروستات وتريد تجنب أعراض ضخامة البروستات مع تقدمك بالعمر فهذه النصائح والمعلومات ستكون رائعة بالنسبة لك حول كيفية استخدام الطعام والمكملات الغذائية كعلاج لتقليص وتصغير حجم البروستات بدون أدوية وأكثر الأدوية الشائعة التي توصف لعلاج ضخامة البروستات وتعمل على إيقاف تضخمها فلوماكس وبروستكار والأمر الهام والرائع فعلا هو أنك من خلال الطعام والمكملات الغذائية يمكنك تحقيق ما تحقيقه الأدوية من نتائج وهذا سيكون مذهلا حقا في تقليص ضخامة البروستات وتخفيف أعراض ضخامة البروستات وخفض مستويات المستضد البروستاتي النوعي لديك PSA وأيضا تقليل المخاطر من حدوث سرطان بروستات لديك طيب ما هو المغذي القوي الذي يمكن أن يكون له تأثير مذهل فعلا في تحسين أعراض ضخامة البروستات إنه اللايكوبين واللايكوبين هو مضاد أكسدي ومضاد التهاب يمكن أن يتم تناوله عن طريق المكملات الغذائية أو تناول الأطعمة التي تحتويه وأهمها الفواكه والخضروات ذات اللون الأحمر أو الوردي وبشكل خاص الفريز أو الفراولة والجوافة والبطيخ الأحمر والقريب فروت الوردي وتعتبر البندورة أو الطماطم الطعام الأول لتقليص البروستات وتصغير حجمها لذلك يجب أن تكون أساسية في نظامك الغذائي إذا كنت ترغب في منع حدوث ضخامة البروستات لديك والتخفيف من أعراض ضخامة البروستات ومنع خطر الإصابة بسرطان البروستات فخطر إصابتك بسرطان البروستات ينخفض عند تناولك لايكوبين وتماطم بندورة وإذا كان لديك ضخامة البروستات أو كنت تعاني فعلا من أعراض ضخامة البروستات حميد ستجد انخفاض في أعراض ضخامة البروستات لديك بنسبة 50% تقريبا عند تناولك مكملات لايكوبين مرتين يوميا بينما 25% من أعراض ضخامة البروستات تنخفض عند تناول الدواء بروسكار وهذا يوضح أنه يمكن الحصول على نتائج أفضل من نتائج استخدام الأدوية عند استخدام لايكوبين المكمل الغذائي أو الطماطم البندورة هناك مؤشر هام ورئيسي لفعالية لايكوبين في ضخامة البروستات وهي كمية البول المتبقية في المثاني بعد الانتهاء من التبول وإذا كان لديك انسداد بسبب ضغط البروستات على مجرى البول فيمكن أن يوجد الكثير من البول المتبقي في المثاني بعد التبول عند استخدام مكمل غذائي لايكوبين 500 ميلي جرام مرتين يوميا يحدث انخفاض بنسبة 50% تقريبا في حجم البول المتبقي في المثاني بعد الانتهاء من التبول المقياس الرئيسي الآخر الذي يجب النظر إليه فيما يتعلق بصحة البروستات هو فحص مخبري هام يجب أن تجريه يسمى PSA أو مستويات مستضد البروستات النوعي وعند استخدام لايكوبين 500 ميلي جرام مرتين في اليوم يحدث انخفاض بنسبة 25% في مستوى PSA هذه النتائج نجدها عند المرضى الذين يتناولون لايكوبين مكملات غذائية وهذا هام جدا لأن مستوى PSA مرتبط بحجم البروستات كما أنها مؤشر مبكر لسرطان البروستات وعند مقارنة النتائج في حال تناول مكمل غذائي لايكوبين 500 ميلي جرام مرتين في اليوم مع النتائج عند تناول معجون البندورة أو معجون الطماطم ثلاث ملاعق كبيرة في اليوم لمدة ثلاث أشهر نجد أن هناك انخفاض كبير في مستوى PSA ومؤشر الPSA هو مؤشر هام بالنسبة لسرطان البروستات فعند إجراء الاختبار فإن النتيجة كلما كانت منخفضة فهناك خطر أقل للإصابة بسرطان البروستات وأنت عندما تجري اختبار PSA الخاص بالبروستات فإن التقييم يكون كما يلي من صفر إلى 2.5 نانو جرام بالميلي لتر النتيجة تكون سليمة من 2.6 إلى 4 نانو جرام بالميلي لتر النتيجة آمنة نسبياً من 4 إلى 10 نانو جرام بالميلي لتر النتيجة تثير الشكوك باتجاه سرطان البروستات أما إذا كانت أكثر من 10 نانو جرام بالميلي لتر فالنتيجة خطيرة وتشير لخطر سرطان بروستات لذلك إذا كنت تعاني من ضخامة بروستات فيمكنك إحداث انخفاض كبير في الأعراض وانخفاض في بقايا البول بعد الانتهاء من التبول وانخفاض في مستويات PSA لديك وأيضاً انخفاض في خطر الإصابة في سرطان البروستات كل ذلك من خلال إضافة اللايكوبين أو البندورا الطماطم إلى نظامك الغذائي طيب ما هي كمية اللايكوبين التي تحتاجها؟ أنت تحتاج يومياً للحصول على تلك الفوائد والنتائج الرائعة لتسعة إلى أربطاش ميلي جرام لايكوبين في اليوم كحد أدنى ونسبة اللايكوبين العالية خمسمائة ميلي جرام مرتين في اليوم تستخدم لإعطاء ما يعادل تأثير الدواء طيب كيف يمكن الحصول على هذه الكمية من اللايكوبين في النظام الغذائي من الطعام مباشرة؟ صلصات الطعام أو معجون الطماطم متشابهة مع أنها تصنع بطرق مختلفة وللحصول على أربطاش ميلي جرام من اللايكوبين يومياً أنت تحتاج لحوالي نصف كوب من صلصة الطماطم أو حوالي ثلاث ملاعق كبيرة من معجون الطماطم وللعلم فإن حبة الطماطم متوسطة الحجم فيها ستة ميلي جرام من اللايكوبين إذا كنت ترغب بتناول مكمل لايكوبين ولا ترغب بتناول عدة حبات من الطماطم يمكنك تناول مكمل غذائي لايكوبين 14 ميلي جرام للوقاية من حدوث ضخامة بروستات وما يرافقها من أعراض وإذا كنت تريد تناول مكمل لايكوبين يضعك في أعلى مستوى والحصول على معظم الفوائد التي تحدثت عنها وتعوض عن تناول الأدوية فهذا يمكن أن يكون من خلال تناول لايكوبين 500 ميلي جرام مرتين يومياً كمكمل غذائي هناك عدة أنواع من الفواكذ ذات لون أحمر أو وردي من خلالها يمكن الحصول على اللايكوبين مثل الجريب فروت الوردية والبطيخ الأحمر والجوافة الوردية والطماطم وجميعها غنية باللايكوبين يجب أن تفكر جدياً بتناولها وأن تكون أساسية في نظامك الغذاء اليومي من الطماطم يمكن زيادة إمكانية الحصول على اللايكوبين وهو مرتبط بلب الطماطم وأغشية الخلايا ويساعد طهي الطماطم المقشرة والمقطعة على إطلاقه وجعله أكثر توافراً كما أن طهي لب البندورة بزيت الزيتون أو زيت جوز الهند يضاعف اللايكوبين ويجعله أكثر توافراً وأسهل هضماً ولذلك فإن صلصات الطماطم هي مصدر جيد لللايكوبين إن اللايكوبين هام جداً لصحة البروستات فتناول صلصة الطماطم أو الطماطم المقشرة لأن القشرة تحتوي على الليكتين الذي يسبب حساسية هضمية عند معظم الناس إذن تناولها أربعة إلى خمس مرات في الأسبوع هام جداً لتقليل خطر الإصابة بسرطان بروستات والوقاية من حدوث كثر التبول والسيقاظة عدة مرات ليلاً من أجل التبول وتسرب بول وإلحاح بولي كما أنها تحسن صحة البروستات بشكل عام أنتظر منكم دائماً وفي كل فيديو أن تكتبوا عن تجاربكم في المواضيع التي أطرحها وأتحدث عنها أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائد لكم جميعاً وأرجو من كل من يحبني ويتابعني في هذا الفيديو وفي كل فيديو أقدمه أن يدعو لروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة عذروني لا يمكن الإجابة على العدد الكبير من التعليقات والأسئلة أنا أهتم وأقرأها جميعاً وأختار من أسئلتكم مواضيع هامة وشائعة وأسئلة متكررة وأجيب عليها بفيديوهات شكراً لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضي للدكتورة أكافر خضر علي استشارية بالأمراض الباطنة والغدد والسكري وأختصاصية بالتغذية والتي نعمل سوياً في صناعة محتوى قناتي معتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر كأطباء أمراض باطنة وأخصائيين في التغذية دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو شاهدوا الفيديو أكثر من مرة واكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تعيشون وتقيمون أحبكم جميعاً عائلة الجميلة عائلة الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته